أهلاً وسهلاً بكم أينما كنتم همسات وظيفية متنوعة العمل جزء ليس بالهين من حياتنا سواء أكانت وظيفة أم كنت أنت صاحب العمل أو شريك فيه فقد تقضي ربع أو ثلثة أو حتى نصف يومك فيه في الهمسات الوظيفية سأتطرق أولاً إلى مقابلات العمل ثم متعة العمل فصعوباته وتغييره إلى إتقانه مروراً بالمدراء وسأتطرق للحديث عن الراتب مختتماً بالعطل والإجازات إتقان العمل أتقن عملك أو لا تعمل أتقن عملك ما دمت فيه وإن لم يعجبك وواجهت فيه من الصعوبات الكثير فباختصار قم بتغييره فالعمل هي أمانة عليك تأديتها بالوجه الأمثل فليست قوانين الشركة ولا الإدارة ولا حتى البيئة ولا غيرها من الأمور هي حاجز أو عائق عن الإتقان وكذلك اختفاء الرقيب الدائم هذه كلها اختبارات لك ولأمانتك قد تأتي لعملك في بعض الأيام وأنت مرهق أو قد كرهت كل ما حولك وخاصة عملك لكن هذه الأيام إذا استمرت وطالت أو إذا أثرت على باقي أوقاتك وأعمالك فأنت في مشكلة عويصة لذلك أكرر أتقن عملك أو لا تعمل وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه المدراء عندما تبدأ حياتك المهنية فإن أول ما ستواجهه هو المدراء وفي حالة تغييرك وتجربتك لعدة أعمال وشغلك لعدة وظائف ستتعرف على مدراء أكثر وشخصيات أكثر وستتعلم منهم أكثر بعض مدرائي أحمد الله أني لن أراهم بعد اليوم والبعض الآخر على تواصل معهم حتى اليوم فهم بشر ومختلفون مدير كان مديري من جيل والدي وهو أكثر المدراء احتراما ورصانة يمر علي في حياة العملية يوجهني ويعاملني باحترام شديد وكان أيضاً يعاملني تماماً كابنه خارج العمل بل ويرشدني بكل احترام واحتش له عدة مرات ولم يقصر معي في أي شيء دعمه لا يزال مستمراً وألجأ إليه مستشيراً في بعض الحالات حتى اليوم مدير كان مديري لا يحبذ مدح الموظفي لأنه يراه انتقاصاً من نفسه كمدير وكان غالباً يسعى لاستغلالنا قدر الإمكان ولا ألومه فهذا عمله لكن ما ألومه فيه هو أنه لم يكن يراعي لا ظروفاً ولا أحوالاً فإن أنجزت فهو واجبك وإن قصرت فالويل لك مدير كان مديري يمدحني عندما أنجز خاصة عندما أخرجه من الورطات ويعيدني من الوعود المالية والوظيفية الشيء الكثير وعندما أطالبه بها يتراجع بطرق متعددة ويصر على أنني منتج وأستحق التكريم يعني على الأقل في دعم معنوي مدير كان مديري إذا قصرت في أي عمل يضع جميع مصائب وفشر الشركة على رأسي بشكل غير منطقي ومع اختلاف المدراء وتعددهم تستمر الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر